تحياتي لكم زميلات و زملاء أنا اسمي براع شنبور و اليوم أعطيكم فيديو عن كونيونكتيف 2 و بالأخص التفريق بين إما يجب أن أستعمل هتا إما يجب أن أستعمل فيغة و إما يجب أن أستعمل فيغة الصراحة هتا و فيغة أكثر الشيء استعملون الشائك في الماضي و ليس بالحاضر فقط تبدل الفعل مثل أو هابن قاعدة نفسها في الماضي ولكن اليوم سوف نشرح أكثر لكي ترسخ القاعدة والذي كان لديه مشاكل القناة اسمي الأمانية فرصة دوتي ساني شونس بالعادة أنتم تعودين على صوت الوالد اليوم أول فيديو بصوتي أتمنى منكم النقد بصراحة تحت بالتعليقات و دعم القناة بالاشتراكات مشاركات مشكورين سالفا دعنا نبدأ نحكي مثال بسيط أريد أن أتمنى أن أتمنى يعني أنا حابب شي مرة أزور متحف اللوفر في باريس أريد أن أتمنى أريد أن أتمنى حابب يعني مثل حابب يكون عندي كاست ماء عندما تقول في المطعم أريد أن أتمنى حابب يكون عندي كاست ماء هكذا نقال بالألمان فهون التركيب الذي نركز عليه وهو يعني يعني مصرف مع فعلا بالأخير والأمثلة هكذا نحكي أول شي هدا الكلام العادي الذي نستخدمه يوميا وهو شي واقع يعني ما نلغى أنا مدرس ما نعرف ما لدي كثير طلاب ما تغير أم لا يعني أنا يعني أنا أعطني بالطلاب أو أدرسهم أم لا يحتمل كذا معنا إذا أنا بالحقيقة أنا لا أستاذ أنا أقول لو كنت أستاذ في حال كنت أستاذ كيف أقول هذا الشي استخدم كونيونتيف 2 لأنه شي موحقي كونيونتيف 2 دائما يعطيني طريقة لأنه أقول شي ما حدث أو ببساطة غير حقيقي يعني ونجي بالمثال فيغة إيش لغة يعني لو كنت أستاذ حتى إيش في له شولا يعني لو كنت أستاذ كان في عندك كثير طلاب فيد إيش دي شولا يعني لو كنت أستاذ وعندك كثير طلاب كنت أعتنيت فيه وهذه لثلاث أفعال التي نحن نحكي بيحة إيش باللغة أصبح إيش لغة إيش 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 مصرف بالكونيونتيف 2 أصبح إيش سأشرحها بشكل واضح أعلى بعد كمام مثال إيش لغة ويجب الكثير من المنزلات لتعرف المنزلات يعني إذا كنت أستاذ كان لدي الكثير من الطلاب سأتنبطني الطلاب ولكن كتبناها هنا كجملة واحدة نحن نأتي للقاعدة نحن نأتي للقاعدة بشكل نظري أول تصريف يمكن أن يأتي وهي المدال فيبا أو بعض الأفعال الأخرى يكون لديهم تصريف خاص لهم يعني بين قوسين شزوز عن القاعدة لكن هو ليس شزوز لأن المدال فيبا يستعملوا في محل الهفز فيبا فدائما تصريفهم مخصوص الطريقة الثانية إذا لم يكن مدال فيبا أو واحد من هذه الأفعال مثل كومين مثلا إذا فعل عادي مثل بيتكوين نستعمل كبير نستعمل كبير وبعدين نضع الفعل في آخر جملة إنفينيتيف يعني بشبه أسلوب الماضي ولكن أصرف دائما مع كونيونكتيف اللي هو بصير بحط الفعل إنفينيتيف بالأخير اللي هو اللي بجي بصيغته الثالثة يعني مع إذا كان فعل ضعيف أو مع تصريفه الخاص إذا كان فعل أوي تصريف الثالث بجي مدال فيب بالكونيونكتيف وبعدين فيب بالإنفينيتيف يعني هون إذا بدي أخط مدال فيب بدان ما أخط الفعل لحاله فبيعود هو نحل الوردن وبنزل مدال فيب نشوف الأمثلة قبل هيك بدنا نتعرف على تصريفات المدال فيب ولكن ما رح نطول عليهم كثير هاي بس للي حابب سين هابن وردن ميسن دورفن ووولن بسيرو بتارتيب ورن هتن وردن ميسن دورفن ووولن سولن ميغن وزن براوخن وكمن بسيرو كمان بتارتيب سولن سولتن أفون ميشتن وزن براوخن وكمن على مثال آخر مع مدال ورب هون ميشتن 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 كمان يعني أنا لو كنت أستاذ كان ينبغي علي أن أعطني في الطلاب لو كنت أستاذ ميشتن مو بند وميشن هون بصير ميشتن وهذا هو تصريفه هكا أنا صرت عم بحكي على شي تمني غير حقيقي شي مواقع الآن نجي على القسم اللي المتشعب اللي هو الكونيوجاتسيون بالبيرفكت تصريف بالماضي هون بدنا نصرف كم متل ما نصرف البيرفكت عادي ولكن الهلفس فياب لا يصرف الحاضر صرف بالكونيوجاتسيون والهلفس فياب رح يكونوا اتنين هنن فقط زين وهابم متل بقيت اللغة فوضن ما بيجي هلفس فياب أكيد و الفاعل بياخد نفس الفاعل اللي بياخده بالطبيعي يعني مثلا جيهم بياخد زين فبيصير فيغة جيغان هابن هابن فعلا هابن مثل مثلا لعنن رح نشوف هلا بالأسم بالأمثلة بياخد بيصير هتا غلانت مثلا هناك سيغة تانية هلفس فياب كونيونكتيف 2 مع فياب انفينيتيف ومودال فياب لما بكون في عندي مودال فياب زيادة بالجملة إجباري بدا يجي بالأخير بدا يتصرف انفينيتيف وهلا رح نجي هاي القاعدة شوي صماء هلا رح نجي هلا على أمثلة نفهم مشان توضيح القاعدة مبلش انديكتيف ايش بيكا جان يعني ذهبت ايش بيكا جان كنت سأذهب هاي السين بالعربي اللي هي بتحل محل هذا الكونيونكتيف لو كان في شي كنت رح أروح كنت سأذهب ايش هابا قلانت تعلمت او درست ايش هاتا قلانت يعني كنت رح أدرس لو لو شي صاير كنت درست جمل اوضح هوني انديكتيف نحكي جملة بسيطة ايش بنت سوزاينة باتي جغان فايلة مش اين قلادن هات رفي اعزمني على حفلته رحت على حفلته انا رحت على حفلته لانه عزمني في حال هو ما عزمني مثلا انا عم بقول انا كنت مش دي اروح وبقول ايش هاتا قلانت هاتا قلانت انه ميش اينجلدن هاتا يعني لو هو عزمني كنت رحط بس او ما عزمني انا ما رحط انا كنت حابب اروح هوني هذا اللعن بقول انا بالجمل انا كنت حابب اروح بس انا زال امي ما عزمني مساء الاخر انا كنت حابب اروح انا كنت حابب اروح قاعة تقديم الفحص عم بحكي معرفي اه الفحص كان كتير صعب بس لو كنت بعرف كنت درست اكتر احاتا 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 هون ملاحظة الجملة الجانبية احاتا اللي هي تحول محل مفعول به هون اللي حابب يعرف طبعا مصرفة بالفتور هون ما منصرف هي معنى تتصرف انديكاتيف لانه هذا الشي انا بعرف انه صار انا اقدمت الفحص انه كان صعب مو لو كان الفحص صعب لا انا اقدمت الفحص مش هلحا بس انا لو كنت بعرف لان احاتا كيف كنت ذهب احتي ايش في الميجالانت لو كنت بعرف انه فحص صعب كنت درست اكتر منشان انجح ها لا احو انجح ليس بالطبع مثال أيضاً مثلاً هو بدأت عاتبني لديك الكثير من المستقبل لأنه يجب أن تتعلم أكثر من هذا يجب أن تدرس أكثر لن تنجح لن تنجح هذا هو يقول رفيقه عن الحديث الذي كنا نتحدث كما تدرس أكثر فهو يجب أن تدرس أكثر فهو يجب أن تدرس أكثر فهو يجب أن تدرس أكثر ثلاثة هنا لأنه لديك جملة جانبية مع هذا يجب أن أضع الفعل المساعد بالأخير ولكن هنا لديك ثلاث أفعال ماذا أفعل؟ أضع الكونيونكتيف بالأول الفعل زول معنا بالنص والفعل الموضال فيب بالأخير والفعلين الموضال فيب والفعل ليس الهيلف فيب ثلاثة يصرفوا انفينيتيف كما ترى باللون الأزرق كله انفينيتيف هنا أو يعني مو مو كونيكتيف عفوا أخر جملة هذه جملة بلوها الألمان كثير لكي يعودت مصخر مثلا على واحد كثير بحب يقول لو 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 عملت ذلك لو فعلت ذلك هتة هتة فاغت كثير يعني مرادفة بالعربي لو 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 يعني ما لأي معنى كجملة ولكن هي القافية لو تضحك فستعملوها بنفس الاستعمال يعني شيء تقول لو 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 كنت دروس لهذا المعنى أتمنى الشرح كان يكون واضح إن شاء الله تعطونا رأيكم تحت بالتعليقات مشكورين سالفان شكرا مشكورين سالفان مجددا